تعتبر حدائق القناطر الخيرية من أهم المقاصد الترفيهية بالقليوبية نظرا لتنوع النشاطات بها وشهدت الحديقة إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أول أيام العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده تسبحات عيد الأضحى تملأ المساجد والجوامع تليها تجمعات للكبار والصغار واستفرحة في البيوت وبهجة في الشوارع كل عيد بيبقى أحسن طبعا لأن الأعداد هنا كمان بتزيد في شرعة المسجد الصديق لأنه مشهور وكمان نضافت الجنينة والشارع فدي حاجة أحسن يعني بقى روحة للأهل طبعا نزوره الأهل أول حاجة معاننا قبل الصحابي وبعاننا نقضي الضحية بتاعة العيد ونأكل بالفتة والدنيا حلوة كده إن شاء الله ببقى مع الولاد نفتر مع بعض بعد صلاة العيد ونقضي اليوم لو حد جنة إحنا روحنا عند حد الأهل والأحباب والأصدقاء والجيران الحمد لله إحنا كلنا إيد واحدة في العيلة كل حاجة حلوة مع بعضنا يعني ويحتفل المواطنون بأول أيام العيد الكبير وسط عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم فمنهم من يذهب لأداء تقوص الأضحية ومنهم من يتحرك للزيارات العائلية وجزء آخر يجوب الحضائق والمتنزهات وتعد حديقة لألوأة الشرق بالقناتر الخيرية التي تقع على مساحة ثلاثة عشر فدانا من أهم المقاصد الترفيهية والثقافية بمحافظة القليوبية نظرا لتنوع النشاطات بالحديقة وتحتوي القناطر الخيرية التي تم إنشاؤها في عهد محمد علي باشا عام 1840 على عشرة حضائق مختلفة مقامين على مساحة سبعين فدان تقريبا وتتميز بإطلالة نيلية متميزة على فرع دمياط والذي يوفر رحلات نيلية ترفيهية للمواطنين كاريم بيبرس التلفزيون المصري